تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف أشربيني اللمسات النهائية للاستعدادات الجارية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية لاستضافة المنتدى الحضرية العالمية خلال الفترة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر المقبل وأكد أشربيني حرص الدولة على التنظيم والإخراج الجيد للمنتدى الحضرية العالمية الذي يعد ثاني أكبر حدث على أجنتة الأمم المتحدة بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي حيث يتم التعاون بين الوزرات والجهات المعنية بالدولة لتنظيم المنتدى الذي ينظم في الفترة من الرابع حتى الثامن من نوفمبر الحالي وكذلك تحقيق أعلى استفادة من هذا الحدث العالمي استضافة المؤتمر الكبير منتدى للحضر العالمي بنسخته لـ 12 الحقيقة اللي احنا بنشرف طبعا يعني الدولة المصرية تشرف الحقيقة باستضافته في أي أرض القاهرة العاصمة طبعا التاريخية للدولة المصرية والحقيقة يمكن النهاردة تبعنا موقف الجاهزية من ناحية الاستعداد فيما يخص التسجيل وحنا وصل عدد المسجلين دلوقتي حوالي 28 ألف مسجل وده الحقيقة إقبال كبير جدا بالإضافة لتأكيد عدد كبير جدا من الشخصيات الهامة من الرؤساء ورؤساء مجالس الوزراء وحوالي عدد 75 وزير هيبقى حاضر معانا المنتدى إن شاء الله في إقبال الحقيقة كبير جدا يمكن بالمقارنة بالنسخ السابقة من هذا المؤتمر الحقيقة الحمد لله رب العالمين في إقبال غير مسبوق حصل المرة دي في النسخة الـ 12 اللي احنا بنشره طبعا أو بتشره في الدولة المصرية باستضافته